طيب عايزة افكركم بجوائس كاس العالم بجوائس كاس العالم اللي وصلوا دور التمانية دول ومن ضمنهم المغرب طبعا الشقيق الحبيب هياخد المنتخب المغربي 17 مليون دولار يعني كام يا سيدي بالمصري 510 مليون جنيه مصري خلاص دول دخلوا الخزنة بتاعت المغرب دخل خزنة الاتحاد المغربي النهاردة 510 مليون جنيه مصري قربها لكم المصري عشان ما تتعبوش في الحساب طيب المركز الرابع لو عدى المنتخب المغربي يا رب يا رب ياخد 25 مليون دولار يعني كام يا سيدي 750 مليون جنيه مصري طيب المركز التالي ياخد 27 مليون جنيه مصري يعني بتتكلم في 27 مليون دولار انا اسف يعني بتتكلم انا هعكس معلش انا اسف المركز الرابع ياخد 710 المركز التالي ياخد 750 مليون جنيه الوصيف اللي هو هيوصل نهائي بس هيتغلب ياخد 30 مليون دولار يعني 900 مليون جنيه مصري طيب الباطل ياخد 42 مليون دولار يعني مليار و 260 مليون جنيه مصري هذي هي كرة القدم هذي هي كرة القدم افكركم بقى بسرعة بالهدفين بتوع كاس العالم حتى هذه اللحظة احنا عارفين طبعا ان شاء الله الجمعة والسبت هقولوكو تلوية الماتشات بتاع الدور التمانية اللي يعد بقى يبقى في المربع ان شاء الله يا رب المغرب